السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم استشارة مع سارة في الحلقة التسعون اليوم حلقة خاصة جداً لأن بكرة بإذن الله إن شاء الله الله يشارفه أول يوم من أيام رمضان كلها وأنتم بخير الله يتقبل من نومينكم أعزائي أعتقد أنه شي طبيعي نتكلم عن صيام الأطفال في رمضان ولكن قبل كذا حاب أشكر شركة وش بمركز وش الترفيهي الحراكي على تعاونهم معنا في هذه الفترة التي قضيناها مع بعض زي ما دائماً أقول لكم نحن ننازم نحن الكبار ننقذ أطفالنا من الأجهزة وضرارها بمثل هذه الأماكن الحركية ترفيهية حركية بيدنا فشكراً لوش كانت تعاون جميل بيننا ويرب إن شاء الله إنكم تجدونه مفيد وممتع زي ما وعدناكم الطفل والصيام الصيام فرض علينا نحن الراشدين لا الطفل لذا هذا الأمر لازم نحن نخليه في بالنا دائماً في الطفول المبكرة خاصة نحن نحبب الطفل في الأمور الدينية لبناء علاقته مع ربه تحبيب لا ترهيب فما نراه في بعض المجتمعات من فرض الصيام على الطفل غلط ما نراه في بعض المجتمعات من تخجيل الطفل لأنهم شافوه يسرق شربة موية واللي ياخذ لقطاعة خبزة برضو غلط خاصة إذا نشرنا التخجيل حطيناها في سناب حطيناها في تيكتاب شوفوا الحرامي شوفوا اللي ونسميه مسميات مراشينا ليش؟ ربي ما قاله ربي فعلاه ما فرض على الطفل الصيام وبالتالي لا يجب أن نحن ناخذ على تقناء أننا نضيف للدين بأنظمة لا شرعية ونقول لازم نصوم قصب نصوم اللي ما يصوم يصير لكذا وكذا لا الصيام فرض علينا نحن البالغين الراشدين البالغين مبالغين راشدين لكن على الطفل لا نحبب نشجع نحفز ولا نجبر وحتما لا نخجن من الحاجات اللي يسوونها بعض الأهالي المكافأة بقولكم شيء أنا ما عندي مشكلة في المكافأة في الأمور الدينية أنا عندي مشكلة في إن كلش نربط بالمكافأة أنا وجهة نظري الشخصية وأشوف أهلي سلوبهم معانا ما دام الطفل لم يبلغ فأنت نشجعك على الصيام والشيء رجع لك ما عمر أهلنا مكافأونا على صيام ولا صلاة عمرهم لكن لما يجي السن اللي يفرض علينا لا تنازل ولا أصلاً نفكر في هذا الشيء لأنه لم يستخدم الترهيب في التعليم الديني إنما هي مسلمات اللي يبلغي صلي اللي يبلغي صوم لا الصلاة لا الصيام عذراً الصلاة طبعاً قبل الصلاة قبل لكن اللي نقوله إنه بناء العلاقة الطفل بربه تأتي بالتحبيب وليس بالترهيب وليس بالتخجيل ونتذكر الحكم اللي نزل على الصيام مفروض على البالغ لا على الطفل لا نخترع الدين ونكره الطفل في دينه ونخرب علاقته بربه وهذا هو الأساس في التربية الدينية طيب عندنا سؤالي اليوم بدون اتصال نستفتح فيه بصراحة أعجبني السؤال لأني أعتقد الكثير منكم قجيكا منا لكن شكالي في تويتر ما شكالي في هالبرنامج إليكم الآتي الأم تقول أنا دربت بطفلي على الحمام البنية عمرها ما قالت عمر البنت ما علم أنت عمر البنت لكنها قالت أنا دربتها من خمسة إلى ستة شهور أه المهم أنت دربتها على اللا إرادي والإرادي لا لا عذرا دربتها على النهاري اللي هو إرادي وما دربتها على اللا إرادي اللي هو الليلي فتقول كان الأب بيعز من الأب يقول لا تدربينها لكل شوي شوي وصارت البنت كل ليل تسويها مرتين ثلاثة الأم تقوم تغير ملابس تغير فراشة تقول أنا تعبت هل هذا طبيعي؟ إليكم الآتي غالباً الطفل غالباً إذا دربتها على النهاري أوتوماتيكو تلقائياً يزبط الليل ليش؟ لأنه هو تحكم عضلي ويقضه أكون يقضه يقضه أنه الطفل يكون يقض أنه متحكم بإخراجه إذن غالباً تلقائياً من أنفسهم إذا ضبطت النهار انضبط الليل لكن كثير 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 يحصل التبول لإرادي اللي هو الليلي واسمه لإرادي معنات أنه مش ذنبة لكن في حاجات أنا أقدر أسويها أساعدها قلتي يا حبيبتي أني أنا أودّيها قبل النوم غير أنك تودينا قبل النوم مفروض أنه قبل النوم ساعتين أوقف المشروبات يعني شوفوا أنت وأنفسكم يا الكبار إذا شربتوا قبل النوم إلا لازم تقومون الليل عشان تروحون للحمام تكرمون الطفل مذنثل وقفوا المشروبات ساعتين قبل النوم وبالإضافة لأن راحة صحي إليكم الآتي الأم تقول أنا أقوم وأغير ملابسها بجاماتها أغير فراشها أصلح لفراشة تريد البنت ما هي متحملة ولا شي من مسؤولية نفسها لأن تقول تقلتكم تهاوش على بنتي وبنتي تقول هادي يا ماما لا تعصبين عادي نقوم نغير عادي لا هو حقيقة عادي أنت اللي تقومين تودينني وتغيرين لي وتصلحينني وتفعلين لي نصيحتي لك عزيزتي أن تدعيها تتحمل شيئا من مسؤوليتها وذلك بتجهيز بجامة في مكان تجهيز فراش على الأرض هي من تقوم نفسها تغير ملابسها وتنزل للفراش اللي على الأرض أو شيئا حاجة زي كذا هي من تتولى مسؤولية نفسها هي حاليا بس جالسة وتصلح هي اللي تصلح ما هي متحملة ولا شيء انتعب كل عليك جربي هذه الطريقة طيب السؤال اللي بعد واو هذا معروض وش طولة ريم أنا ريم عمر 22 حبت تقولك مشكلتي مع أختي الصغيرة آخر عنقود وأنا أقرأ بعلق أوكي يلا واسمها ما ودينا نقول اسمها أوكي أنا عندي أختين واحدة عمرها 13 والثانية 9 اللي بعمر 13 كان التمر بظرف صحي خاص وكان كل اهتمام الوالدة اللي حفظها بيخليها رايح لها أنا بدل يسمهم بأعمارهم وليس بيسمعهم طبعا من الخوف عليها وكانت الأمامة ما تطلع اللي مع هذا البني يوم 13 بخوفا عليها مقدر مقدر أنا بحكم من الأخت الكبيرة فشلت عن أمي مسؤولية الصغيرة متسعة يمال الجنة يحبي لس ويحظم بتفيت وصارت الصغيرة متسعة باختصار كنها بنتي من يوم إنها مولودة باللفة وهي ما تنام اللي معي ولا تاكل اللي معي لين كبرت كنت أنا وقتها على نهاية المتوسط وبداية ثانوي وكانت ما تتغدى معهم اللي أنت تشوفني جاي من المدرسة اللي أنه هنا وحنا جميلين ودخلت الروضة والتمهيدي وأنا أول يوم دراسي لها أنا اللي كنت معها وشايلة مسؤوليتها المشكلة وين المشكلة يا أستاذة صار أنه بعد عمر الثلاث سنين لاحظ كم هائل من الكر اللي تعدى مرحلة الغيرة من الصغيرة للكبيرة المريضة لدرجة أنها صارت تقول يا ليت أنا المريضة مو الثانية علشان ماما تحبني مع أنه ماما تحبها وتخف عليها وما تكسر بشي معها بس خلاص موقف مو قادرة تشهيلة من رأسها وصارت على أي شي تقول أنا وأمي أنا أمي ريم اللي هي هي صاحبة السؤال أم 22 سنة أنا أمي ريم مو ماما وعلى قد محتويتها الصغيرة أنا يا ريم على قد محتويتها الصغيرة وتفهمت مشاعرها وحاولت تعوضها بكل شي وتناقش معها في كل موضوع لكن للأسف وما تفود أي فرصة تضايق وما تفود أي فرصة تحاول تحط صغيرة أم 9 تحاول دائما تحرج أم 13 وتحطها في مواقف محرجة تقول عن الشياء الخاصة في المدرسة ولما تكون طالعين مشوار كلنا بالسيارة تحاول ضايق الكبير أم 9 تحاول وتحارش وترفع ضغطها في أي شي وبالنهاية كل البيت يعصب على الصغيرة وتطلع الصغيرة بالصورة السيئة وأنها البنت المشاكسة ويقلب كل البيت عليها وأنا هالشي مضايقني لأنه ما حتفاهمها وهواش الكلها يزيدها ويحرق قلبها صح تحليل صحيح هو فعلا يزيد مما فيها بس يليتنا موقفين قبما تغلط يعني ما قدر أخليها تنفس بشكل غلط أنا مفروض خليها تنفس بشكل صح لأنه قاعد الغيرة اللي هي قادة تعبر عنها غيرة حقيقية لأمر طبيعي متوقع متوقع أنا أم يشوف بالعين بسرعة بسرعة لازم أوقف هنا أنا ما أقدر أحكم عن مدى الاهتمام أو عدم هه اللي حصلت عليه من الأم ما عندي هنا ما يثبت أن الأم أحملت الصغيرة أنا عندي ما يقول أنها أعطت الكبير اهتمام زايد بس ما في شيء هنا يقول أنها ما تنظرها ما تطالعها لكن يظل أنها الصغيرة تريد المزيد من الاهتمام هل يحق لها نعم يحق لها يحق لها وزود ولما كنا طالعين مشوار قلنا وإنها شي ضايق لأنه ما حد فاهمها وهو الكل أنه يزيدها ويحرق قلبها أنا خايفة عليها وودي نكون متصالحة مع نفسها وحابة نفسها سنها يبعدي تسعة سنين ما تراه بمنظورها هو ظلم هو تفرقة إذن ما أقدر أشتغل على أنها ترضى بالوضع الذي عليه لأنه هي تراه ظلم الطفل أحيانا لما يعبر عن هذا الشيء معنات أنه شايف شيء أنا من هذا المنبر من هذا الكرسي من هذه المناصة ما أقدر أحكم هل فعلا أن أمها لم تعطيها اهتمام أو أعطت لكن اللي قدامي أن البنت حس بأن اهتمام الأم ناقص ترى الفكرة أنا أقدر أعطي الطفل المريض اهتمام لكن أجتهد لأعطي الطفل اللي غير المريض اهتمام أيضا ماليش ماليش كأني حسيت أن الأدوار مزعب بيتنا أنا يا الأم لأن عندي بنتي ريم وشايلتني الصغيرة أنا أقدر الحين أتفرغ للمريضة أحس وهذا حدث مو من الكلام اللي أنا قاليته أن لربما هذا ما حدث بعدين وش قاصرها خلاص أنت معطتها واجه أنت مهتمة فيها وانت مزاو وانت وش قاصرها وش قاصرها وش قاصرها قاصرها في شي اسمه أمي لو عندي خمسين ريم خمسين أخت زي ريم وكل هم شايلين كده أمي أوكي فبالنهاية أنا هالشي مضايق لأنه ما حتفهمه هواش الكل لها يزيد ويحرق قلبها ودي تكون متصالحة مع نفسها شرحنا لا أنتم من عدل النظرة إلى هذا البيت التواء الاهتمام فيه غير متوازن عليش أبيها تصاحب أختها تصاحب أختها لما هي تحس أنه في شيء من العدل ترى أنت أختها أنت بأمها ورب يعطاها أم أنت بأمها دائما نسالف معها وأعطيها وقتها بس أحس فيه نقص واضح معارفة أملأ لها لأن اسمك أخت مش أم حبيبتي ومتعلق فيني بشكل مخيف ودائما تقول أنا أختي وأمي ريم ولما سافر مع بنات خالاتي تنهار ونفسيتها تدمر مع أني لا يمكن أن أطلع من البيت إلا ونمع المتها وقال لا لها الحين في بداية مرحلة جديدة مع علاقة كويسة بخصوص كل شي يتعلق بالمراهق وجاسة أثقف نفسي بالتعامل معها السن وعلى أساسها أعرف التعامل معها بطريقة صحية ووعية وأبني أساسات جيدة بس للأسف نفسية مقلوبة لأن ملاحظة أني معطية الكبيرة مضرطاش وقت وصارت بين سواليف واشياء مشتركة بيني وبينها مع أن هم اثنين مقربين مني وحب ومعطي كل واحد حقه بس مقادرة أصلح حال الصغيرة مع أخت الكبيرة ومعارف ووفق بينهم بالشكل المطلوب الصحيح أزيزتي حبيبتي بيتكم فاقد التوازن الصغيرة أمها أختها والكبيرة الله يشفيها أمها أمها فيه عدم توازن في توزيعكم للاهتمام محتاج الوضع شيء متوازن أمك محتاج تعطي أختك الصغيرة اهتمام كما أنك أنت جميل بين أكل علاقتك مع أختك المريضة لكن تراموه بتوزيع مو بتصنيف مو بعلبة موزعة تقاسيم خلاص هذا لكم وهذا لنا لأ أوجدوا التوازن وغيرة خائختك صغيرة في محلها أوكي اللي بعد بس حبيت أقول شيء قبل ما ننتقل إحنا بننتقل هنا بس أبقلكم شيء لا ننتظر الطفل يغلط عشان نهوش عليه قبل ما يغلط وهو بعد يغلط نحد عن الغلط عشان ما يجي الهجوم من الأطراف وقبل ما نهاجم ونحسس أنه قليل أدب وما يفهم واختك واختك ما سوى نكلمها وش اللي تبي منها وش اللي مضايقها منها وش اللي صاير فنتحاور خاصة كبيرة تسع سنين تقدر تتحاور فهذه نصحت لكم تفادوا المشكلة قبل بداية هذا هي بترمي على أختها بس أهم شيء أهم شيء الأم تعطي الصغيرة واجه طيب بشاير مرحبا أنا بقرب مشكلة بشاير إلين أهلا هلا بشاير هلا بشاير كل عام ونتي بخير هلا والله هلا فيك ونتي بخير بخير شعلومت والله سمام الحمد لله ولادي عمره خمسة سنين احكيي لنا تفضلي ايه تفضلي منفصلة عن والده من عمر تسعة شهور تفضلي كم لي كم لي حبيبك ولدي ولدي الحين حاليا عمره خمسة وكان عادي سلوك طبيعي اكي تقريبا أنا في الفصل من والده وعمره تسعة شهور تمام لحظ التغير السلوكه من ساعة تقريبا يعني من الحجر تقريبا اكي يعني صار ادواني نادي يطق يطق يطقني حتى أنا فارس من كان يطق قول أول كان يعني شي سمع أحيانا خوالة خوالة يعني اللي إذا مثلا ما أحد يبي لعب معاه ما أحد يبي يعطي شي عربت يا ايوه وليلها لما ايوه ويعني وصال لفترة حال حال يعني إذا ما عدتوني خاط أطق أكثر أعصد طيب إليك الآتي هل ممكن نقول أن التغير اللي فيه مرتبط بالحذر اللي حصل وليس الطلاق عشان بس نتصنفها صح ممكن ممكن لأنه أصلا ما نشوف والدي كتير نهائي متعلق بابو يشوفه مرة مرتين بس مرة مرتين في السنة يعني تقريبا مرة مرتين في السنة حتى إذا جاء يأخذ أبوه بعد فترة طويل لا يقعد هو يصيح يد كما يبيو إيه وش عرفه ما في تواصل ما في تليفون ما في فيستايم ما في زوم ما في شي طول هالفترة يعني كل ستة شور يشوف أبوه يأخذ أبوه كل ستة شور تقريبا في الستة شور هل هذا ما في تواصل لا نهائي يعني قبل تقريبا قبل الحجر كان سنة تقريبا ما شافه وجاء الحجر كمننا تقريبا سنتين يعني بطبط أنت مدركة يا بشاير أنه طالع مع رجال غريب عشان كذا ما يبيه بكاءه لأنه في منظوره هذا رجل غريب إي 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 وأنا كنت قبل يعني أن فهمك ما تروح مع أحد غريب ما تأخذ من أحد غريب فعشان كذا بعد ما جاهه اضطريت أني أخليه يروح وأقنعي روح هذا باب أنا وقتمنيت أن الأبو داخل المجلس وقاعد وزاير ولده بمجلسكم تمنيت هذا أفضل إي لا لا نهائي ما يدخل يجي يأخذ من عند الباب ما يدخل إي بس أنت طلعتي عشان بس أنت نتفهم مشاعر الوضع أنا ما يهمني يصلح شي هنا يهمني بس نتفهم شعوره ليش هو رافض الرجال الرجال ما يعرفه حتى مات عن الأب أن أثناء الغياب الجسدي أن يتواصل تواصل لفظي مرئي تليفون جوال فيس تايم زوم دوو whatever عرفت قصتي اي ولا شي ولا شي فأوكي هذا بس نهمي مشكلتك مشكلتك أنه صار عصبي انفعالي ونحن لربما وجدنا أنفسنا رابطينها ب الحضر وليس الطلاق تمام ممكن ترى يعني هو تقريبا من سنتين ما شافه إلا بعد قبل أربع شهور جاء أخذ ثلاثة أربع مرات تقريبا يعني وهل في مجال أنه ننظم مع الأبو الأبو عايش في نفس المدينة لا لا نهائي لا لا نهائي عايش مع المدينة أيوة عايش معكم في نفس المدينة لا لا مو في نفس المدينة أوكي عشان كذا صعب عليه الحضر تمام عموما نرجع لي العصبية والانفعال إلا حطيها أنها جت مع الحضر تمام كان في روضة أي أخرى استجلت روضة لا 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 قبل الحضر كان في روضة إيه قبل الحضر كنت استجلت يعني ابنادي عرفت تدرين كمعلومة غير رسمية الأطفال اللي تعبوا في الحضر هم أطفال الروضات أكثر من أطفال غير الروضات لأنهم كانوا في مكان جميل رائع يلعبون يتحركون ينفسون يعبرون وفجأة سحب منهم هالشي لأصحاب لمعلمة لمكان للعب ولا شيء فأكثر اللي تعبوا هم عياننا أهل الروضات هذا الشيء إذن الحيب نجي على موقف الدونات لأنك كتبتي لي عن موقف الدونات أبقراه لأنه موقف جميل مو بجميل يعني يليتي كثر لا قصتي طريقة المثال قبل شوي صار موقف السيارة طالع مع خواتي وطلبنا دونات وكافي أخذ حبة وحدة 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 دونات وأكلها وبعدها أخذت دونات الباقي وعيا يعطي أحد منها وأحاول أقنع كل واحد ياخذ حبة بس رفض وعند وعند وأخذت واخدت غصبا عنه وعطيت أخواتي وقعد يصيح ويطقني وأمسك يدي وأمسك يدي ومستمر بالطق لين كب عليه القهوة وأنا أفقد أعصابي وأعطي كف من القهر مدري لي غصب كذا على موقف ومو أول مرة يمد يده إذا غصب وبعدها يتراجع ويعتذر يطلب أن يسامح ومدري شلو نوقف العادة اللي يتعكر عليه وتقلل موقف حبيبتي بشائر كم مرة نعصب عليه ونضرب لأن عصبنا عليه من باب التأديب كم مرة يعني تقريبا يعني مو شكل أسبوع يعني بعد كم يوم يعني يصير موقف موقف صدق يعني وأنفجر عليه إليك الآتي ما دام أني أنا أضرب لا أتوقع ما دمت أنا كأم أضرب ولو من باب التأديب فلأتوقع أن الضرب منه للآخرين سيستمر هذه مسلم بها إذن به يوقف ضرب الناس أنا اللي لازم وقف ضربه هل في أحد في البيت يضربه من خواله يعني بسنو مرة مدائمة ما لدخل حبيبت قلبي حبيبت قلبي ضرب مرة من عشر مرات كأن نستقولين الضرب عشر مرات من كل عشر مرات ترى ما فرقيت أقول لك لك كانت تقريبا يعني اللي شوالين يقولون أنت بدلعيت يعني ما تهوشين ما تطقيين إذا يبي شي أخذ عرفتي إي بستحلم أنتم تضربون أنا معاكي بشار أنت علميهم أنتم علمتوه كانكم الضايقين من ضربه ترى ما يضربكم اللي أنكم ضربتوه هو تعلم منكم أنتم يا معلميني أن عندما نغضب نضرب وأنتم علمتوني أنتم طقيتوني لما غضبتوا علي أنا بعد لما أغضب أضربكم وضحت الصورة هم يحسبون أن الضرب يأدب ويعلم فعلا هو تعلم حذاهو لا حبيبتي أنت ونص المجتمعات اللي بالعالم يعني مو بشي نادر أو خاص فينا يا سعوديين لا كثير مجتمعات في العالم كله يؤمنون أن الضرب يأدب إليك الآتي وليدي تعلم الضرب مننا ما جاء من الشارع وتعلم عند الغضب طاخ اضرب إذن ما أقدر بصراحة ألومة والكبار هم من يمارس ذلك وضحت الصورة طيب هذا الشي هذا الشي مرة مهم نجي على الدونات هذا المثال ليش قلتني فال ممتاز لأنني نقدر نبني عليه حكاية أن أنت مارض أختي كم مرة كم مرة مشاير كم مرة في حياتنا لما ولدي يصيح أعطيني موقف هذه أنت ما تنازلتي أعطيني موقف تنازلتي فيه لأنه صح قال شي إيه ولا قال شي لا وانت قلتي لا وبعدين صح وبعدين حصل عما يريد عطيني موقف بشاير طيب يبدو أن الاتصال انقطع بلو قولكم شي الطفل المعاند غالبا هو طفل وبشاير إن شاء الله تسمعين القصة كيف صار الطفل عنيد كثير من الأطفال على الفكرة صار لهم في الحضر هذا الشي التغير في الشخصية صار عصبي انفعالي يصيح فصرت أنا إذا طلب الشي قلت لا مهو بوقته بعدين صح وصارخ رح تعطيت إذا ماذا تعلم طفلي تعلم أنه كي يحصل على ما يريد كل ما علي هو إذا قالت ماما لا أنا بس صارخ وزاعق وفجأة بقدرة قادر يجيني اللي أنا طلبته وكان ممنوع من خمس ثواني بس كان ممنوع وبرفعتي لصوتي صار مسموح هذا اللي تعلم هالطفل حكاية إنك تزعلين ترزعلك زي قلته ليش أنه تعلم ما تعلم أني ما أغلط تعلم أني أغلط وأعتذر أغلط وأعتذر أغلط وأعتذر وماما تسامحني إذن الدنيا حلوة أحصل علي به وهو ممنوع علي وبصراخ وأعتذر وماما تسامحني الدنيا جميلة جدا وهذا اللي تعلم أولدي أنت عزيزتي كوني واضحة لا ولا تتحول إلى نعم لمجرد صراخة علمناها العند الطفل لا يولد عنيدا نحن من يعلم العند ومن يقول أن العناد هي صفة جيدة تدل على قوة الشخصية لا الإصرار هو الصفة الجيدة اللي تدل على قوة الشخصية وش الفرق بين العناد والإصرار الإصرار أثبت على ما أريد كي أحقق هدفي وهذا ممتاز العناد ماما نفرج سنانك لا غاسل يدك لا يالناكل لا تبعون تعلموني هذا زين لا مو زين وله التربية لا الدينية ولا النبوية اللي حثنا نبينا الله ما يشتر هلا حبيبتي لا ما عندس مشكلة حن حلينا هالة ونتي غايبة عننا بتلقينا إن شاء الله بالتسجيل حبيبتي كان سؤالي هو كم مرة بصراخة تنازلتي عن قولك لا طلب شيء قلتي لا رح صارخ عطيته يا عشان يسكت يمكن صفت إني أواصد مرات طيب عرفت وش سويتي بهالمرات ماذا حققتي بهذا المرات ماذا تعلم ابني في هذه المرات عندك فكرة وش تعلم إنه يطلب مرة ثانية بصراخ وبزعق تعلم من ماما إن إذا ماما قالت لا كل ما علي هو أن أصارخ أو زاعق أو أماما تعطيني اللي به إذا من اللي غلطان هنا المشكلة عند مين عند الطفل ولا عندهم يا مال العافية أجل خلينا واضحين الصح صح والغلط غلط النعم نعم ولا لا طيب كليبي وأنصحك أنصحك وليدي يتراه محتاج تنفيس حركي السنة اللي ماضية انحرم من السياكل انحرم من ركضر انحرم من تنقيق القفز انحرم من نشاط حركي مهم جدا ترى طلعت الحدائق مهيب للترفيه في هذا الزمن طلعت الحدائق علاج نفسي لأطفالنا ولا تقل أهميتها عن الماء والشرب والنوم رجاء رجاء طلعوا ليدي يلعب حدائق هو 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 حركي حيلي كله الأطفال حبيبتي ربي خلقكم كلا ايه فعلا وانا قبل كنت تفرغت له يعني دايما ألعب معه وشغل ألعاب وشغل تفرغت تفرغت ما أدري السنة هذه مرة ايه حبيبتي هذه سنة غير العالم كلها السنة هذه غير هذه السنة قلتلك أول ما كان لازم أودير حديقة رايح للروضة هي ناقص في الروضة الحين يوم معك فيه روضة صار لازم علاج نفسي للطفل اني ودي حدائق صار مفروض زيها زي أهمية الأكل والشرب بالنسبة أنا يا الأم لازم ألتزم كأنها شيء أساسي فرض من الفروض لازم ولدي ودي حديقة وعلى فكرة بسأب أقول لك شيء الألعاب اللي انتي شاريتها في البيت اللي التركيب والمكعبات وهذه لا تغني إطلاقا عن اللعب الحركي اللي هو قفز ركض ركض وقفز وكي حبيبتي يسعد لقلابك يخليك ربي يخليه لك آمين يا رب أنا عشان كذا أتذكرت أني أدخل هنا هذه كارتين يعني أحد عنده مساء طدنية ما شاء الله صبرك الرحمن لا مبهو العالم كله كله طال في سنة عندهم يعني تقولين أحس عندك إنه شيء مبطبيعي ترك اللي العيال اللي في سنة يحتاجون يطلعون أجال بقولك إياها الكارتين ما يخلوني مركضون حطي في الكارتين ودي حديقة لبي لا لا أنا قلت في حوليني هم اللي بيقول صدري يحبتوني الولدي لا وليس زير عند العالم لا لأنه الطفل الوحيد اللي في بيتكم هو الطفل الوحيد اللي في بيتكم لو عندكم خمسة كان ما استغربوا بس تقفيهم 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 في الطفولة المبكرة والشكلها يعني بقول لس جاي بقول لس جاي بشاير من الحاجات المحزنة فيه التي حدثت فيه مجتمعنا الخمس سنوات الماضية وأكثر من قد ما إحنا سلمنا عيالنا الآيبادات عشان مو بلي صالحهم عشان لي صالحنا أفتك منهم صارت الناس معد تسمع صوت أطفال في البيت ولا تشوف حركاتهم ولا يركضون فتلاقين الطفل من يركض الطفل مو بطبيعي قاعد يركض لازم نعالج إسكيوز مي محذيش نو الطفل طبيعي يركض ولاحظي الكلمة اللي قلتيها أنا طفلي حرك لا حبيبتي أنت وكل الأطفال اللي عمرهم خمس سنين في العالم حركين ربي خلقهم كذا وأجمل ما فيهم كذا حبيبتي أنت تسلمين أنا نبت ترى أنا آيباد يعني نادر جدا هو أصم ما يحب الأيباد أقول حتى لو حبه كونك أنت ما قدمتيها لـ مئة ألف بوس على رأسك هو عنده هو عنده والله يعني خوال جغولة يعني عرفت هو عنده وما رأسك إسم عاد مشاير ترى خوال ترى معصبيني ترى معصبيني وقلوا سياها أنت سنعة واضح أن السنعة ترى خوال ترى رابع ضغطي ورّيهم ذا الحلقة معليش معليش أوكي الله يصلحكم يا خوال الله يصلحكم ويسخركم لبشاير ولدها وناظروا حلقاتك كلها سنتين حلقات وعساها تثمر شكرا حبيبت يلا يا حسيس العافية حبيبت قلبي يسعدك طيب غيدة ولدي سعود عمره ثلاث سنين عنيد وعصبي جدا كل ما روح لهالي بس يضرب الأطفال عيال خواتي يطنش مرة مرتين زاد الوضع اوكي الضرب ما يطنش تبون تزيدون من ضرب الطفل للآخرين طنشوا تطنيش الطفل تجاهلة عندما يضرب او يسب او يتف هو الضوء أخضر لأطفالكم ليزداد ويستمر متى نتجاهل هذا وليس مكان التجاهل السلوك الأذي لا نتجاهل لما طفلي يقول انا ما احبك اقدر اتجاهل لما طفلي اناديه للغدا يقول ما بيأكل اقدر اتجاهل لكن حكاية انه يضرب وتجاهل انتم خليتوا يزيد لانه ضوء أخضر ما حتنقال لي لا في مثل مصري اموت فيه يعبر عن اخطاءنا التربوية قال يفرعوني شفرعنا قال ما لقيت احد يردني هذا اطفالنا يغلطون احنا ساكتين نتجاهل نتجاهل ما شفنا شي لعله يختفي ما يختفي يزيد تعرفون المثل ان خطبت وحده وسكتت من الحية ونزلت راسه قال ابوها السكوت علامة الرضا هذه منطبقة على السوق التربية الطفل يخطئ واحنا ساكتين فهو عرف انه السكوت علامة الرضا وفي الخطبة في سوق السلوك تمام؟ طيب طلنشت مرة مرتين زاد الوضع وهل طبع عرفنا ليش زاد الوضع لانك عطيتيه الضوء الأخضر وأهلي بدوا يطفشون من الوضع بسبب وبدون سبب ضرب مع العلم انه لا أنا ولا ابو ما في شي اسم السبب وبدون سبب في سبب وفي سبب وبعدين عقب السبب في سبب بدون سبب الطفل ما يضرب بدون سبب لان حتى هو في راسه سبب انتو ما شفتو مو معنات انه ما في سبب اقل ما فيها نطف شان طاخ هذا سبب وأنا وابوه ما نستخدم أسلوب الضرب وعلاقتنا جدا جميلة في البيت وهو الطفل الوحيد بس تعبت جدا من هذه المشكلة وكل مرة أحاول أطبق اللي قلتي عليه أنزل لمستوى الطفل وقل ما اسمح لك تضربه شوفي عزيزتي ترى احتمال أولا قلتين اتجاهلته ففي أصلا خطأ في تطبيق الطريقة انت قلتين اتجاهلته ما نتجاهل الضرب فعززتيه وبعدين ممكن يكون طريقة تكحنونا حبيبي ما نظره بيعور الضرب هذا ما يساوي شي أمسك يده يلا هذا يده ما أسمح لك ممنوع الضرب وبعدين أعطيه البديل تابي الرموت قل أبي الرموت تابي البرنامج الفلاني قل أبي تبرنامج الفلاني أعلم كيف يطلب ما يريد وعمره ثلاثة سنين فاحتمال أنه ما عنده القدرة اللغوية للتعبير هذي تأكدوا منها وأتكلم بهدو بس تفشر كل الطرق مثل ما قلت لك في حنان وفي حزم إلا ربما طريقتك كانت حنونة الحنونة برض الطريقة الحنونة تساعد على استمرار الغلط بخلاف الحزم والحزم ليس لا طيق ممنوع الطيق لا الحزم هو ما أسمح لك تضرب ما أسمح لك ممنوع الضرب وبقى من غير مشحات وخطب ومعروض هذي طولة ما أسمح لك خلاص أنت هنا ممنوع الضرب وتوتر وعصب واضطر الضرب أه لقنا يا ممنوع الضربين تقول لي ما نضرب وبعدين رجعت ترى ما أضرب بس أننا نضرب يا بنتي دنتم تضربون الأب المربي المربي الذي يضرب وقاعد يقول للطفل عندما تغضب يا ابني أضرب ومت اللي قلت واضطر أضرب وأندم ندم شديد شدد ندمك ما ينفع ليدي هنا لأن ضرب ضربتي خلاص أنت هنا تعلم الدرس خذا منك تعرف أنه عند الغضب نضرب لدرجة أصيح وأدعي ربي يلهمني صبر وط إيه أدعي الدعاء زي وهذا أنا مقبلي على رمضان أدعي في التراويح كل يوم وطولة البال ويهدي يحتاج الحل وستشال الله مو بيهدي يهديكم أنتم حبيبتي وليدني طبيعي جدا اللهم أنا لم أستخدم الأسلوب الصح الذي يساعدني على إطفاء السلوك تجاهلته وكان غلط ضربته وعلمته كيف يضرب إذن استخدم الأسلوب الصح اللي هو يليت سمعتني موقف يليتك متصلة في هذا الموقف أنا مرة 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 ينفعني لما الأم بتكلم تقول الموقف الفلاني شفت الموقف حق الدونت اللي تو سهل جدا كان ممكن نبني عليه لما يصر على شيء أنا أتوقع برضو برضو من خلال تعامل خبرة الشخصية فيه مثل هذه المسائل إنه ترضخون بعد الصراقة إذن تعلم اللي عند الطفل العنيد ما عمره خابت معي أي أم تكلم معها بخصوص طفل العنيد أقول لها إذا صار اخزعك ترضخون قلت أحيانا قلت أحيانا زي دائما ما تفرق فهذا هو المسألة لا والنعم لعم وأثبته عند كلامكم والحزم جميل وجيد وهو ليس شراسة وحتما ليس لطف ولي والله يعطيكم العافية طيب فيه خلصنا من غيدة هل عندنا سؤال آخر مزن 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 خلصنا تغريد فيه مزن ظاهر مزن يا ربي طويلة أبغى طريقة التعامل مع بنت اختي عمره 13 سنة وأمه وابوهم ومفصلين وعايشة عن جدتها إذا جت مرات ابوها من الرياض تروح لهم لمهم هي واختها أختها الكبيرة عمرها 22 سنة وهي القائدة بالبيت وكلهم عايشين بيت جدتهم والأم قريب تزوجت وبتعدت عن بناتها ولاهت ولاهت مع زوجها وقليل تيجيهم إلى أيام الويكند بس جلسة معهم وكذا لا دائما تكون اجتماعات المشكلة البنت كانت معها جوال واكتشفت أختها أنها تدخل مقاطع مخلة بالأداب ومقاطع جنسية وتدخل اليوتيوب وتكتب هالشيء علنا ما توقفت عن البحث في اليوتيوب وراحت لم جروبات بالإنستغرام تدخل بالجروب كلها جنسية وغير محادثات مع الأشخاص واللي يقول لها صوريلي بس هي الحمد لله كانت واعية ولا صورت نهائي الحمد لله طيب بس كانت جاوبهم وتقول أسماء البيت والشخص المفضل عندهم من ضمن أنا وولدي وقالت أسماءنا لأنها مرة تحب ولدي وهو صغير بس تحب تتكتم فيه وأمر طبيعي وات مدري وأمر طبيعي اكتشفتها أختها اكتشفتها أختها وحرمتها الجوال بعد فترة ووعدت البنت وقالت وعد ما دخل وأوعدك وعطتها الجوال لمدة شهر وفجأة رجعت ليها علي وكررت هالشي يمكن حول تسع مرات العاشرة مسكتها أنا وأختها وعلى جنب وجلس ننصح وأن الأب واثق فيك وأمك واثقة وتهدمين هالشي وأن الأشياء بس للأزواج قالت إيه فهمت وخلاص ما بيهم وكرهتم ومن الكلام بعد فترة طويل اللي جت مرت أبوها وراحوا لأمهم حصل زعزعة بينها وبين بنت مرت أبوها من زوج آخر مو أخت وجت لمجدتها والبيت في آيباد ودخلت وحملت السناب والتيك توك وكانت ممنوع عنها نهائي بس أخذت راحتها والبيت لأنها جلست سبوع عند جدتها بدون أختها وجت أختها وزيادة حصل ما لم يكن شافت محادثة مع ولد بسنابها ووشتها بوجهها قالت انتي وانتي البنت قل مظافرها وتوترت وقالت هذه المحادثة من جوجل مو مني وأختها تقول لا هذه مصورة الشاشة شوفي الوقت والتاريخ لني طلع وقالت أختي الصغيرة أنه أنا أبي أمي فقط أمي ما حسنه معني معنى وهي الأم الله المستعام طائرة مع زوجها ما يخليه تجي وتجلس معنا يا أنك صار خاطر عليها الكبير وما عنده خلاف الحمد لله تفهم بس الحلوين اللي مدري كيف تصر وفاهم واو حبيبتي اليافعين اللي يسمونهم المراهقين مرحلة حساسة جدا من الحياة حساسة وخطيرة هم يرون نفسهم ناضجين كبار يفهمون كلش معنى معنى مرحلة النضج ما وصلت للدرجة اللي تحميهم من أنفسهم فالأمر مخيف لنقول بكل صراحة البنية ما عندها مربي يعني الله يعظه ما جرح ضعيفة لا من أبوها ولا من أمها ما عندها مربي ما في مربي بس نحن قاعدين نكشفها ونهاوشها ونكشفها ونهاوشها ونكشفها ونهاوشها هذه ما بعيشها حرام ما في مربي هي متخبطة ربي ذاتها ولديها فضول طبيعي اللي هو الفضول الجنسي طبيعي جدا وغير موجه كل اليافعين اللي في العالم لما تدب فيهم الغريزة الجنسية شي طبيعي أتحداكم تلقون اليافع إلا من رحمه الله وكان الوازع الديني عنده واو ألف إنه ما يطلع على النت والطيحان على صورة خليعة أو مقطع لأن الغريزة الجنسية مرة 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 قوية والفضول ألف وإلا بيشوف وبعدين يقول يبررون لأنفسهم أنا بتوب عقبها وما عدا أسويها إذن لديهم المبررات حقتهم المسألة ما فيها إنها ضعيفة البنية ما عندها مربي ما عنده موجه حكاية إننا نهاوشها ونعلمها ونهاوش أنتم تنتظرون لأن تغلط عشان تهاوشونها وتعلمونها بس من صديقة أولا قالت هالكم أبي أمي أبي أمي أبي أمي أطبعا إحنا ما إحنا قادرين نجيب لها أمها لأنها عند رجلها لكن نعلم بأن هذه الفتاة عندما صرقت مستنجدتهم بنا أبي أمي أنها بحتاجة إلى أوكي عذروني على الإنجليزي mother figure بمعنى إنسان يلعب دور الأم بديلا عن الأم التي ولدت ترى على الفكرة الأيتام ممكن يعيشون من أجمل الحياة الحياتات البعيشات ليش لأنه وجد لديهم في حياتهم من يلعب دور الأب ويلعب دور الأم الأم مش بس اللي ولدت ممكن تكون الخالة اللي ربت العم اللي ربت الجدد اللي ربت قد تكون الأم من ربها وليس من ولد إذن كثير أطفال ما عندهم أبا أمهات وطلعوا تبارك الرحمة شخصيات سوية متوازنة لكن إنه نظن إنه تربية التربية عبارة عن أكفشها وهوشها وأكفشها وأوجهها وأكفشها لا هذه مي بالتربية هي فقدت الجانب العاطفي من التربية اللي هي أحد يحبني حكاية كلنا نحبها هي ما تدري إذا ما جلسنا وسلفنا معها وطلعناها معنا وشاورناها معنا وحسسناها إنها إنسانة مهمة ذات قيمة وفكرها ذا قيمة وإن ما حست بقيمتنا لديها فلن تدرك قيمة نفسها لديها بنتكم صرخت واستنجدت فهل من ملبي إليكم الآتي جميل إن السؤال هذا جا في نهاية الحلقة أنا بنقول لكم رسالة يتواصل معي الكثير من دخلنا تيك توك وانفجر برنامج استشارة مع سارة على تيك توك ما توقعنا يصير اللي صار يعني دخل تابعنا ملايين الملايين من الشابات والشباب اليافعين وهذا اللي ما توقعنا ورسالتهم واحدة افهمونا افهمونا احنا لا نعيش لستفزازكم كوالدين لكن فكرنا غير فكركم قناعاتنا غير قناعاتكم ما نريد ليس ما تريدون بس تروا ما غلطنا تروا ما غلطنا بس نحتاج أحد يتفهمنا لأن احيانا لأننا ما بعد وصلنا للسن النضج الكامل وقاعدين نموا وننضج ونكبر وشي طبيعي نغلط هنه يا الكبار نغلط تبعون عاد اليافعين ما يغلطون ما زلنا نتعلم عن الحياة وأثناء تعلمنا نحن نخطئ واحيانا من غير ما نخطئ تهوشونا أو تلومون على خطائكم أنتم نعم أنا أم أربعة يا ما غلطت يا ما غلطت عليهم هم ما غلطوا وأنا غلط عليهم وأرجع واعتذر منهم وأحبهم على رأسهم لأنني غلطت ترى هت طيب الخاطر لكن وش اللي نغلط فيه لازم يكون الغلط يتحمل المسؤولية عندما نخطئ عليهم وترانا نخطئ عليهم وهما برياء عندما نخطئ عليهم بعضنا تأخذ العزب بمعنى يحس علي أني أنا أم وأقول أنا غلط فوش أسوي إي طيب أنا مفرض ما هاوش بس أنتي بعد استفزيتيني أنتي بعد ليش تسويين كذا وكذا مو باعتذار ذا حبايبي مو باعتذار لما أخذ الموضوع وأقلب عليها الطاولة عشان أطلع برضو أنا صاح مو باعتذار وهذا الاعتذار كنك ما اعتذرتي الهدف من الاعتذار أنه رد لابننا وبنتنا اعتبارهم أنا غلط عليهم أبعطيكم موقف من الموقف أنا كنت جاية مرة من العمل وكان في حاجة حصلت في العمل واترت لي فدخلت وما أذكر الموقف بالضبط هل كانت مثلا عبات بنتي على الكرسي ما كانت معلقة على الشماعة أو في دالوب العبايات ما أذكر وش بالضبط مع أني منبهة أني أنا أحب يكون المدخل مرتب وبصراحة غلطت على بنتي بدل ما أوجهها ارتفع الصوت بشكل ما كان يجب ما كان يجب وعليش على عبايا على كنبة الحمد لله رب العالمين وشفت الكسرة في عينها لأني رفعت صوت الموقف كله غلط والغلطان فيه مية في المية أنا بعدت عشر دقايق والندم بياكل فيني رجعت حبيت راسها وحرفين وش قلت أنا اليوم كنت متضايقة من العمل وطلعت فيك أنا آسفة هذا الاعتذار مش أجي وقول لها أنا آسفة أني زعقت عليك بس أنت بعد شو لا ترميل عبايا هذا غلط هذا مو باعتذار هذا مو باعتذار هذا مو باعتذار فلنكن زي ما إحنا كبار سنا فلنكن كبارا عقلا ترى مو بدائما عيان لغلطانين إحنا ويا كثرها إحنا نغلط فاللي بيصحها غلطته يصلحها صح ويتحمل مسؤولية الغلط كاملا والله والله إنكم تكبرون في عيونهم وتقربون منهم بدالما أنا الي جاي حب راسة واعتذر منها تلمك وتخمك تقولين أبد يا ماما أنا بعد آسفة حطيت العباية على الكلبة موش العلاقة الوالدية إلا حب وتقارب أولا وأخيرا والله قرعينكم ذريتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام أنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر